لهم ملف الكهرباء للازال أيضا وحدة من العقبات الكثيرة وللأسف الكثير من عندهم لا يريد أن يقارب بشكل واقعي وحقيقي المشكلة العميقة لمسألة الكهرباء وكأنه معضلة المعضلات أننا خلال 20 سنة أو لا أقل 15 سنة لم نستطع أن نوجد رغم كل الإمكانيات التي صرفت وكل الموازنات التي صرفت للكهرباء نوجد فعلا حل مشكلة الكهرباء المستعصية وغيرها من الملفات الأخرى هذا الملف توقف أدد دكتور خالد هذا الملف توقف أدد دكتور خالد وعلى الطاولة بالحقيقة سيكون هذه النقطة هذه الملفات المهمة للمواطنين حتى تكمل بقية لقاطك الخمسة المعضلة مع وجود كل الإمكانيات وعلى مدى 21 سنة ومئات المليارات وما حليت لك شغلة تيل ويرمى الكهرباء من أين أتي بثقة للمستقبل حتى أستطيع أن أتفاعل معك وأنت حاكم أو أنت زعيم حزب وديني على مكان أو منطقة نلتقي بها جميعا في ظل هذه نقطة من مساوة عدة وما قدرت تسويها شون أهم من بيك الباتر نعم خلي أقول لك يمكن أنك كان لدي تصريح سابق في موضوعة الكهرباء بالتحديد وهذه النقطة مسألة الكهرباء بالحقيقة ليس مسألة كوادر هندسية عراقية مقادرة أن تنجح منظومة الطاقة الكهربائية ولا قلة الإمكانيات المالية بحيث أنه لم تخصص الدولة مثلا أو الموازنة أموال لإنتاج الطاقة الكهربائية ولا عندنا مشكلة في أن ننفتح على الشركات العالمية ونحاول أن نجذبها كما جذبها الآخرون ونخليهم فعلا يبنونا محطات تنتجينا الطاقة الكهربائية خصوصا ونحن عندنا بلد غني بالنفط ومشتقات النفطية ولا مشكلتنا أيضا في الإرادة السياسية لأنها كل القوى السياسية وكل أيضا الحكومات وكل رؤساء الوزراء وحدة من أكبر همومهم واهتماماتهم أن يعالجون مسألة الكهرباء لما نتحض كل ذني أمامك أين كنت كنت مواطن كنت إعلامي كنت سياسي كنت بالحكومة كنت خارج الحكومة كنت معارض ينبرز أمامك استفهم المشكلة وين ماكو تخصيصات لا تخصيصات هائلة طيب ما عندنا كفاءات وكوادر هندسية وخبراء وعلماء في الطاقة عدنا من أفضل الخبراء والعلماء في الطاقة إذن ماكو شركات نقدر ننفتح في العالم شركات ودول كثيرة استطاعت أن تشتذب هذه الشركات وبطريق طرق يسيرة وتحل هذه المشكلة المشكلة أن الغالبية لا يريدون أن يقاربون هذه النقطة لحساسيتها حتى لا يخسر أو لا يجذب لنفسه عداوة وهو في محط من التنافس مع الآخرين لأنه بالنتيجة إذا يصرح ويقول فلان من الناس وهو رئيس حكومة أو هو وزير في هذه الحكومة أو حتى زعيم حزب سياسي أن المشكلة في أن هناك شركة تتبع للولايات المتحدة الأمريكية ومسيطرة على كل مخرجات العملية الإنتاجية في وزارة الكهرباء وبالنتيجة لا تسمى حتى لهذه الوزارة بأن تخطو خطوات حقيقية باتجاه التعاقد مع الشركات العالمية أو نتعالج بالحقيقة قد لا يصدقك الكثير من الناس ولكن هي هذه الحقيقة التي لا يريد أحد التحدث خليني أجاملك على أساس هذه الحقيقة وإلا أمكن للمواطن أن يسأل السؤال التالي من حكومة عفوا عفوا خلأ أكمل هذه النقطة خلأ أكمل من سنة 2016 عقدت الحكومة الاتفاقية مع شركة سيمينس لإنتاج الطاقة الكهربائية وراح الإعبادي وراح بعد الإعبادي إيجا الكاظمي وراح الكاظمي وإيجا الآن رئيس الوزراء وكلهم يذهبون إلى ألمانيا وسيمينس ويقعدون ويتحاركون والمشكلة بالحقيقة لا يقاربون حلها المشكلة الحقيقية أن الشركة المنافسة العملاقة الأمريكية التي موجودة في وزارة الكهرباء والتي دخلت إلى هذه الوزارة من 2003 وسيطرت على المفاصل الأساسية لا أحد يقول يا جماعة المشكلة هنا كل اللي تحتاجونها تأميم وزارة الكهرباء من هذه الشركة هذا لا يعني أن ماكو فاسدين ومفسدين وكوميشينات ومدرمينو في هذه الوزارة وفي هذا المكان وعد ذاك المدير وعد هذا الشخصية لكن المشاكل الكبرى هنا ولذلك حلها بالحقيقة بالتوجه الحقيقي من قبل الحكومة إلى هذه الوزارة إلى مفاصلها إلى مفاصلها الانتاجية بالتحديد وإلى تعاقداتها في الصيانة وما إلى ذلك ترجمة نانسي قنقر